والحدي تكثر عن أداء الأسواق والسوق السعودي انضمانها تفين وحل الأسواق المالي محمد الصغير حياة كلها سيد محمد صباح الخير السوق السعودية يعني كسرت أطول سلسل التراجعات خلال الأسبوع الماضي تقريباً تراجعت بعد أن كانت متراجعة لأربع أسابيع يعني متتالية الأسبوع الماضي كان بواحد وسبعة أشار في المئة من الارتفاعات واستعدت من سواءة ثمانية ألاف نقطة ولجلسات الأسبوع في ظل الوضاع العالمية وأيضاً بعض العوام المحلية في السوق اليوم السوق بدأ أنه مطلع الجلسة على تراجعات بأربعة أشار في البيان في ظل هذه العوامل السوق الآن إلى أين سيتجه؟ حياك الله بياك وحيا الله مشاهدي الإخبارية بالنسبة للمؤشر العام فنياً تعتبر نقطة 7,943 هي محور موجة الصعود من 7,396 إلى 8,490 وما زال المؤشر فوق هذه النقطة فيعتبر الاتجاه مواصل صعوداً لكن الخوف من كسر هذه النقطة لأن أكثر من مرة المؤشر يدور حول هذه النقطة أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يحافظ المؤشر على هذه النقطة جميل الآن استمرار السوق يتداول دون مسئلة 8,070 نقطة هل ربما يبقى فرصة أو تضغوط البيعية بالنسبة للسوق حتى مسئلة 7,660 نقطة؟ طبعاً صنع السوق يدير الوضع الاقتصادي أو يدير وضع السوق نفسه مؤشر العام وتأثراً بالأحداث سواء الأحداث الخارجية ومرض الكورونا هذا فيروس أو بأسعار البترول والتقلبات ولكن الحمد لله الأسبوع هذا فتحنا عيوننا على الاكتشاف الغازي للمملكة العربية السعودية الذي إن شاء الله بإذن الله يصب في مصلحة السوق ويدفعه إن شاء الله إلى أن يتجاوض 8,150 وهي نقطة مهمة تلغي موجة الهبوط بإذن الله لنتجه إلى 8,490 بإذن الله نعم بإذن الله بالنسبة على الاكتشاف أرامكو اللي يعد أكبر حق للغاز غير المصاحب وغير التقليدي اللي تم اكتشافه في المملكة هذا كيف سينعكس بالنسبة على ساهم شركة أرامكو أعود معاك إلى أن الساهم الأسبوع الماضي سجل بعض الارتفاعات ربما بعض التراجعات شهدينها للفترة الماضية بالتأثر اللي كان حاصل على الأسواق أو تحركات أسعار النفط اليوم بعد هذا الاكتشاف المتوقع أنه سيساهم بشكل كبير ويخلق المزيد من الوظيفة وأيضا كأس ثمار عائد بالنسبة على الشركة التي تدير شركة أرامكو كيف ممكن يعكس على الساهم؟ هذا الخبر اليوم دفع الساهم أرامكو لتسجيل 34 في اتجاه على الساعة حقق الهدف المرسود عند 34 واستفاد الساهم من هذا الخبر أيضا في شركات أخرى تستفيد من هذه الأخبار مثل شركة الغالب وبعض الشركات المستفيدة والتي تدور في فلك مثل الأنابيض السعودية يعني ما يحدث هذا الاكتشاف من حركة لمجموعة من الشركات والمنتجات السعودية نعم إعلان بالنسبة للحبيب عن سعر الطرح اللي كان عند 5 ريال بالنسبة للأفراد وأيضا للمؤسسات اللي تم التغطية بالنسبة للمؤسسات العشرة في المئة الآن معروضة للأفراد قراءتك بالنسبة لهذا الخبر التأثير المتوقع عن القطاع لننسى أيضا كذلك اللي تم عند الإعلان بعض النتائج المالية المرتبطة بشركات هذا القطاع طبعا القطاع الحديد يشهد قفزة كبيرة تقودها وزارة الإسكان والتوجه الكبير لإحلال الإسكان ورفع نصبة الإسكان عندنا إن شاء الله إلى تقريبا 70% بحلول العشرين ثلاثين بإذن الله الواحد سيد محمد كنت أسأل بالنسبة على شركة الحبيب الطبية سؤالي عن الرعاية الصحية هذا القطاع إذا إن سيستفيد بنسبة من هذا الخبر شوف السوق أو الصحة أو الشركات التي تدور في فلك الصحة أكيد أن هذا القطاع واعد جدا جدا وطبعا في خطط إن شاء الله القادمة أنه ستكون هناك إدارة للمستشفيات يعني حارج تدير شركات فأيضا التأمين إن شاء الله بإذن الله ستتوجه الدولة وتتوجه وزارة الصحة لتأمين التأمين وصلت فكرة محمد صغير محمد الأسواق المالية كنت معي من الرياض شكرا جزيلا لك